بده نشاط في السودان وفي العالم كله حركة الأخوان المسلمين بدأت في العالم كله سنة 1928 التواريخ دخلتها فيه راسك الأخوان المسلمين حركة الأخوان المسلمين دي في العالم كله بدأت سنة 1928 وجاءت السودان هنا أواخر الأربعينات يعني لسه ما تمت ليها مئة سنة أو ليها سبعين أو ما تمت كم سبعين سنة وده مهم جداً شان تعرف إنه الإسلام دين من رب العالمين منزل على النبي صلى من ألف أربعمية سنة وحركة الأخوان المسلمين من بدأت في العالم ما تمت المية سنة وده بورينا إنه في فريق واضح وشاسع بين الكيزان أو الأخوان المسلمين وبين الدين الإسلامي قلت المعلومة دي أول حاجة في بالك إنه الإسلام ده دين براء نزل من رب العالمين وإنه الأخوان المسلمين دي نشأت في القرن الماضي لسه ما تمت مية سنة أي واحد براها أي واحد مجاله بلاه ومجراه براه أما العلمانية وده المسترحة التالت من برنا اليوم العلمانية هي حركة في تعريفة ضد الدين وعكس الدين في التعريفة الصحيح لكلمة العلمانية التي أصلا هي كلمة لاتينية تعريفة الصحيح هي عكس الدين أو ضد الدين وليس في تعاريفها كما يدعي العلمانين الليلة ليس في تعاريفها علاقة بالعلم أبداً ما عندها علاقة بالعلم هي زي ما عرفته دار المعارفة البريطانية هي الاهتمام بكل ما هو دنيوي والابتعاد عن كل ما هو إخروي فالعلمانية ليست لها وبتلقى الكلام من الناس الموصفين زي الموسوعة الحرة الناس كلها عندها عندها تخش الموبايل تقرى فيها التعاريف في الموسوعة الحرة بيقول وليس وليس للعلمانية علاقة بالعلم ليس لهذا التعاريف علاقة بالعلم ابقديموا الصالحات للتلاتة والإسلام بين الكوزن والعلمانية لأن الإسلام هذا الدين المنزل من رب العالمين فيه من الأحكام والشرائع التي تصلح لكل زمان ومكان هذا الإسلام الحق الذي أمر الناس أمر الله جميع الناس بالدخول فيه كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وكما وصف الله أحكامه ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون إلى غير ذلك فالإسلام ليس له علاقة بهذه الجماعات الليلة إذا لابد المسلم يفرق بين الإسلام النزل به رب العالمين وبين الجماعات اليوم التي تدعي الإسلام ونموذج عليها جماعة الأخوان المسلمين أول حاجة جماعة دي ليس لها علاقة بالإسلام عقيدة لأن عقيدة الأخوان المسلمين هي عقيدة صوفية الأخوان المسلمين في نفسهم وفي توحيدهم لله سبحانه وتعالى عندهم خلل لأنهم صوفية كما ذكر ذلك مؤسس الجماعة حسن البنة في كتابه مذكرات الدعوة والدعاة أو الدعوة والدعية في هذا الكتاب يقول أنه كان حصافية الطريقة الطريقة الحصافية الشاذلية فأول حاجة نزل علاقة بالدين الإسلامي الذي نزل على النبي صلى من التوحيد ومن أصل الدين ومن أساس الدين العقيدة العلاقة العلاقة دي ما هي صحيحة وهم عندهم خلل من أول الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله إذا كان إنسان يجهل بأول ما أمر الله به المكلفين فكيف يكون هو الممثل الممثل للدين الإسلامي وهو ساقط في التوحيد وفي أصل الدين وللأسف الجماعة دي نشأت من عقيدة ما هي صحيحة كل الأخوان المسلمين مرورا بسيد قطب الذي عنده ما عنده من الكفريات القول بإحجة الوجود وتاويل الصفات وإلى غيره وتكفير المسلمين إلى غير ذلك فهذه الجماعة من أصلها مخالفة للإسلام وكذلك الإسلام يرفض حتى قيام الجماعات والأحزاب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء فالإسلام يرفض مبدأ إن شاء الأحزاب وإن شاء الجماعات فذي من المخالفات التي في أساس جماعة الأخوان المسلمين أو الكيزان في أساسها خالفة الإسلام والإسلام كذلك تدرر أو تشوه من قبل هذه الجماعات بأشياء كثيرة ابتداء من العقيدة اتنين مسألة الحكم هذه الجماعات التي يلاحظ لها لا تهتم أبدا بتطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق الإسلام ابتداء من العقيدة لأنه شوف الدين ده وحكم الدين أهم فيها التوحيد إن الحكم إلا لله أمره أن لا تعبد إلا إياه هم عرفوا التوحيد وما عرف العقيدة فكيف يقدم دين فصارت دعواهم إلى تحكيم الإسلام وشعارات للإسلام وهي لله وهي لله وإلى غير من الشعارات شعارات مزخرفة والشعارات وهي وهي في الحقيقة ما هي إلا شعارات للوصول إلى السلطة جعلوا الإسلام مطية للوصول إلى السلطة وسلما للوصول إلى كرسي الحق والأذلة على ذا كثيرة منها أنهم لم يطبقوا الإسلام يوم الليل عندنا تجربة الكيزان في السودان من سنة 89 لـ 2019 وين الإسلام لقدموه وين التوحيد ادعوا ليه بل هم على العكس دعموا الشرك بالله ودعموا التصوف ودعموا القباب ودعموا القبور ودعموا حتى الملاحدة الحزب الشيوعي الليلة البعارضة أكان عايش في نظام الكيزان بكامل دوره وصلاحياته وصحفه هم ما طبقوا الإسلام بل دعموا النصرانية وأنشأوا الكنيس أصلاً ما طبقوا يوم الدين وعندنا الحدود الإسلامية من تئتوا الآن طلاب وكلكم عشتوا في هذا عهد الكيزان بيتان سمعت لكم زول سرق كطعوا إيدو وفي الحقيقة هم ذاتهم حرامية وسرقة بيتان سمعت لكم زول زاني والزينة كثير في المجتمع وكلكم عارفين زاني محصن أو متزوج رجموه وان سمعت به وان سمعت مرتد كتله وان سمعت بأحكام الإسلام وحدود الإسلام وتطبيق الإسلام حتى في مزالة المعتقد ناس يرتدوا ناس ينشروا الشرك الصوفية ينشروا الشرك أولياءهم يعلموا الغيب أولياءهم يهبوا الزرية زي ما يقول البرعي كباشي كم أدت ولد في كل بلد زي ما يقول قوم هاك نزاور لأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهب منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وين الإسلام طبقوه وين التوحيد وين الحدود النازل حتى في دساتيرهم وقوانينهم مخالفين للإسلام الليلة غوانين 2005 اللي كانت في عهد الكيزان والوقاة والكيزان قوانين علمانية دستور 2005 مع الحركة الشعبية دستور 98 دستور علماني في النهاية لأنه يبني المواطنة بقول المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وفي الإسلام لا في الإسلام لا الدين الإسلامي الدين هو أساس الحقوق والواجبات المسلم عنده حقوق وواجبات أعلى من غيره والكافر عنده حقوق وواجبات لكن عدل الإسلام وليس مساواء بين من آمن بالله وبين من كثر بالله وين طبقوا الإسلام النازل أبداً ما طبقوا الإسلام وتجارب كثيرة في مصر قبل ما يحكم مرسي بقول الحدود ما من الشريعة الحدود النزلت في القرآن الكريم قالوا ما من الشريعة عندنا في مصر في تونس حزب النهضة لغت الغانون بتاعه ولغت استوره وحزف الدين منه كله وعندهم تجارب كثيرة تتفق وتلتقي مع العلمانية أصل دولة الأخوان المسلمين ما هي فيها فريق من العلمانية؟ زولة يقول لك الحدود أن نزلت في القرآن ما من الشريعة وشوفنا نحن دولتنا الآن في السودان فيها من الكذب وفيها من القتل وفيها من الفساد العقدي والأخلاقي والاختصادي والدمر هل ده بقير الدين؟ وهل ينادي به الدين؟ شان كده أنا قبيل قلت لك هذه الحركات شوهت الإسلام وادعت الإسلام زورا وده شغل بتاع منافقين إسلام باللسان وزي ما قالنا بسلم أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان وإذا عاهد غدر وكلها في هؤلاء الجماعة لم يستفد لم يستفد الناس ولم يقدموا للناس إلا تشويها الدين أدوا الناس دين مشوه قدموا الإسلام مشوه الإسلام الفيه الفساد الفيه المحاصصة الإسلام الذي يقر الشرك والذي يقر الكف شوه الدين وشوف أنا أبديك حاجة أخذت في بالك أكبر مستفيد من تجربة الكيزان الفاشلة هم العلمانيين لأنهم العلمانية ما كانت لقت موطي قدم في البلد دي وما كانت لقت المكان اللي قاته دي والتسلط الذي هم عليه الآن إلا من تجربة الأخوان المسلمين الفاشلة شان كده الأخوان المسلمين والعلمانيين أي واحد فيهم بيقوم على ظهر التاني وإي واحد فيهم بيركب على التاني فشلوا ديل بيطلعوا ديل فشلوا ديل بيطلعوا ديل والإسلام بين هؤلاء وهؤلاء الإسلام من ديل الذين شوهوه ولعبوا به والسخدموا الدين وتاجروا بالدين تجارة قذرة يا أخي الترابي بيقول عرس الشهيد نجر له نجرة عرس الشهيد ومشؤول لأهل بعد ما ما دعا عرصنا له وعرسوا للحور العين وعقلنا له بعد ما شاتوا بر الحكم قالوا في زهد حاجي سمحور العين تخيل اللعب باسم الدين واللعب بالدين الأغاني التي حرمها الإسلام والمسلسلات والأفلام التي حرمها الإسلام النبي صلى الله عليه يقول ليكون أن من أقوامي من أمتي أقوام يستحيلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف الترابي قال قال دي حلال وجب هي من بعد كلها حلال وقال في باب حقه يكون في باب في الجنة للمعازف أو للفن فالناس دي الأساء وشوهوا الدين وقدموا صورة سيئة كما يقال برز الثعلب يوما في ثياب الوعظين وديل يهم دي للناس دي وبالتالي دي لك طوال يستفادوا من الكلام دي ونحن نسألهم سؤال يا جماعة الإسلام القبل القبل 1400 سنة والكيزان الليلة الكيزان ما تم الأخوان المسلمين في العالم كله ما تم 100 سنة بتحاكم دين كامل نزل بي رب العالمين له وهو خاتم الأديان وليه وقتا من 1400 سنة بتجربة فاشلة ليها 80 أو أقل من السنين وتظلم العلمانين ودي جهد العلمانين والعلمانين لا بد تخد بالك إنه العلمانية ما عندها مشكلة مع الكيزان بل العلمانية استفادت من الكيزان لكن العلمانية مشكلتها مع الدين ومع ربنا ومع الإسلام مع الإسلام الوسخ قبل أيام الوسخ بتاع الحقوق المسلمين ده المزيع عشان تعرف المشكلة وين المزيع بيقول ليه وأغيدتنا يقول ليك للأمم المتحدة وحق والإنسان ديننا يقول ليك الأمم المتحدة وحق والإنسان النازل ما عندهم علاقة ما عندهم عدوة بالكيزان النازل عدوتهم مع الدين وعندك محمد يوسف المصطفى بتاعته يمو المهانيين وعضوا الحركة الشعبية وفي حزب الأمة أنت تعرف ما ما هو موضوع بتاع حزاب معينة كل الآن قوة الحرية والتقيير أو العلمانين دي كلهم كلهم ضد الدين في حزب الأمة المؤتمر الصحفي وكان فيه بتكلمه محمد يوسف المصطفى بيقول ليه نحن دائرين الدين يكون ما عندوش علاقة بالدولة الدين ما عندوش علاقة بالدولة يبقى النازل ما مشكلة التطبيق السيء للدين أو التجر والفاشلة التي حكمت باسم الدين النازل قصرهم الدين وشان كذي الرشيد سعيد يعقوب الآن بيقى وكيل ومن تسلد على الإعلام الرشيد سعيد يعقوب قال ليحنا ضد أي نظام إسلامي يعني ما ضد نظام شنوه الجبهة براه أو نظام الكيزان براه ضد أي نظام إسلام هذا دا كلام ودي شعارات من رفعت وإعلانهم إعلانهم كله إذا كان الدستور بتاعه أو الآن القوانين التي ولغيت قوانين بتحرم اللواط وبتحرم الزنا وبتحرم بيوت الضعار أو شرب الخم بالله دا بحاربوا الكيزان ديل بحاربوا في رب العالمين وبحاربوا في دير ربنا سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ديل ديل يا أخي كلام كله ضد الدين وضد العقيدة منعم سليمان العلماني المشهور الناس بتتابع لكلها وبتقراه كلها بتقراه كلها بيقول بيقول في بعض مقالاته فقط لا لحكم الشريعة يعني نازل ماهي مشكلته لابد يا طائل بتعرف الكلام دي إنه نازل ماهي مشكلته مع الجبهجية نازل مشكلته مع الدين ورفض للدين وضد الدين وتعريف ذاته ضد الدين ولحزاب دي كل تساتير والتساتير القائمة عليها كلها بترفض الدولة الدينية بترفض الدولة الدينية التي تعتمد شرائعها من الأحكام التي نزل بها الله سبحانه وتعالى الذي نزل بها الله سبحانه وتعالى من السماء التي هي صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل مجتمع وتعطي كل ذي حق حقه وتعدلوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدالة لو داريننا صحيح هي في القرآن العدالة العدالة الصحيحة في القرآن الكريم ولا يرمنكم شنان القوم على أن لا تعدلوا اعدلوا حتى لو في ناس بيناتكم عداوة بيناتكم اعدلوا هو أقرب للتقوى الإسلام ده فيه العدل وفيه الإحسان وفيه البر ومتكامل مجتمع أسرة شباب أطفال سياسة خارجية اختصار حكم كل شيء مدبر ومحكم من الله سبحانه وتعالى فالمسلم يحتز بدينه وما يربط دينه بجبهجية إنتك طالب ما تخليك زول خفيف وتسمع لما تتكلم بالدين وتصلي وتتلو القرآن ما تخلي أضانة خفيفة يقول لك بقي تكوس لا لا قلوا أنا ما كوس أنا مسلم والإسلام قبل الكيزان والإسلام باقي والكيزان منتهي والغرام باقي والسنة باقي ودي المنتهيين وماشيين إنت تحتز وتعرفين في فارق كبير بين الدين ربنا أنزل من السماء الذي فيه الكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي في فارق بين ده وفي فارق بين مناهي حسن البنة الوضع في القرن العشرين ومناهيك سيد قطب والتراب والتلمسان دي أصلا ما عندها علاقة بالدين نحن دينا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله ولا تتفرقوا ودينا الجو بالتفرق وجو ضد اجتماع الأمة وجاءوا ليصلوا إلى الحكم دينا من بسل الدين وكذلك دينا بعاد الدين ودينا بحارب الدين ودينا قصدهم ونحن زي ما عرفنا جزء من قوانينهم ومن معتقداتهم ومن أقوالهم النازل دايلين الامبا دي تتفكه يبعدوا الدين دي عن الحياة عن الأخلاق عن السلوك عن الأسرة عن المجتمع فالمسلم ما ينخضع وكلهم شوف كلهم كلهم غايتهم الحكم وكلهم غايتهم السلطة ولاحظ في التاريخ الأخوان المسلمين دي اللي يصلوا للحكم بالمظاهرات تاريخ بالمظاهرات في مصر هنا في السودان قبل حكوم بالمظاهرات والعلمانين نفس الحكاية بلسهم للحكم بالمظاهرات فتعرف أنه نازل كلهم غايتهم الحكم وقيامتهم السلطة وما غايتهم ناس والله ولا غايتهم إذا كان الأخوان المسلمين ما غايتهم دين وإذا كان الشوعين أو العلمانين ما غايتهم الشعارات دي وين الآن العدل وين الحرية إذا كان يطبيق ضيق وهنا ناس يهددوا وهنا يجوا في المين برضا نحن مفروض يمشوا سمعتوهم يمشوا الناس الصندوق وين الناس مخلينكم ليه دين الناس ما يحترموا كلمتهم ولا يحترموا حرية ولا يحترموا عدل فالمسلم يكون بعيد ويبعد من كل الأحزاب دي ابعد النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجز وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا وصلى الله وسلم على ابن محمد وقزاكم الله خير على حسن الاستماع ونقدم أشياء محددين